يعني فيه كلام كتير جداً كان على مستوى النادي الأهلي آخر فترة لازم نقول إن المردود الفني بيتأثر بشكل كبير جداً بسبب الإجهاد الإجهاد البدني بيأثر بشكل كبير جداً على بينقسم إلى جزئين جزء اللي هو هو الإجهاد الزهني والجزء الثاني اللي هو الإجهاز العضلي الإجهاد العضلي الإجهاد الزهني بيأثر على قرارات اللعيبة في جوه الملعب خصوصاً في التلت الأخير تلعيب مثلاً بدل ما يعمل لونج باس أو ممكن يلعب شورت باس اللعيب بيشوت بتهور كبير جداً بتلاقي اللعيبة في قراراتها جوه الملعب أحياناً كتيراً بتتأثر بسبب الضغط واللود اللي بيبقى موجودة على اللعيبة والإجهاد العضلي بيتأثر برضو بسبب الإجهاد بشكل كبير بدل إن نشوف الفايبر ستاعة الألياف العضلية بتاعة اللعيبة بنشوف باليستريتش بتاع الألياف العضلية ما بيبقاش موجود فتلاقي اللعيب اللي عنده recovery تلاقي الشورت سبرينت بتاعه أسرع بتلاقي الجنب بتاعه أقوى فده كله بيأثر على مردود الفني للنادي الأهلي ولكن طبعا قرار مهم جدا قرار يعني كان لازم يتاخد من فترة كبيرة جدا اللي بيزعبه زي ما قولنا تكافؤ الفرص والنادي الأهلي يعني ما فيش فريق تعرض لكم الضغط الهيل من المبارات دي زي النادي الأهلي النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي بيلعب في كل بطولة لحد آخر مبارات النادي الأهلي بقاله الثلاث سنين هو الوحيد اللي بيلعب كالسوبر بيلعب دور أبطال أفريقيا لغاية دواتي الحمد لله في الموسم الثالث وصل لدور الثمانية وإن شاء الله يكمل فما فيش فريق في الدنيا لعبته بتتعرض لكمية الإجهة دي زي لعبت النادي الأهلي والنادي الأهلي دفع ضريبة الكلام ده كتير جدا بخسارة لعيبة ومهمة كتيرة جدا في النادي الأهلي ولكن إن شاء الله نادي الأهلي قادر خصوصا بعد التأجيلات دي إن نادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يقدر يعوض المردود الفني اللي ما كانش على أفضل حال آخر فترة ولكن زي ما قلنا أهم حاجة التلات نقطة وهم حاجة الوصول لدور التمانية فإن شاء الله التوفيق نادي الأهلي إن شاء الله خصوصا مبراطي من السبت